تطرقت للبحر عندنا في المنطقة الشرقية السواحل سواحل المملكة كلها والله الحمد يعني الجهل في تضاريس ومعالم البحر وحالة البحر المد والجزر قد تهلك الشخص هو ما يعلم عنه يعني يجي يوقف سيارته وللأسف حان نشوفهم بحكم أنه مقريبين عند البحر لاجه الواحد حط خشم سيارته على البحر يبعد سيارتك يا أخي يبعد سيارتك وخض راحتك في البحر أسباح تلقاه يسبح يطالع إلى أول سيارته سمكة بوسط البحر جاء البحر وغمان وصارت حالات لدرجة نتدخل أخواننا في حرس الحدود وجابوا القارب وطلعوا الأسرة تلقاه غافل هو وأسرته وهذه برضو نقطة نتطرق لها للأطفال يعني إذا أنت استانت لا تخلي رحلتك تنتهي في مأساة حط عينك على أطفالك لا تقول الله بيلعب بيرجع طفل ذه يلعبوا يلقى بالونة طايرة في الجو راح وراها خلاص وابعد عنك فهذه نقاط لابد الأسرة لما تطلع في تنزه يعني ودنا أسرة النزهة تنتهي في سعادة ويرجعوا لبيتهم سليمين في قصة همالة أنا ودي أذكرها حنا دائما نزور المدارس في الثانوية للتثقيف يعني طالب الثانوي يعد رجل مستقبل فلابد أن يكون عنده وعي كيف يحافظ على الأسرة وكيف يحافظ على الممتلكات وكيف يحافظ على الأشخاص اللي معاه فحنا أنا دائما أروي قصة قد تقع ويمكنها وقعت يعني يعني يكون الجو حلو ورب الأسرة في العمل وصيادة الأسرة موجودة عندهم وراح في السيارة الصغيرة تدق عليه المرة قالت يا أبو فلان الجو زين نبي نكشت نبي نطلع قال إن شاء الله لا جيت طيب حين الجو زين أنت متى بتجي لا جيت شف غداك موجود طرح أنا قال عندكم ولدكم خلوه يروح طبعا الولد لا عنده رقصة وتوه فبالعمر هذا لا أعطوها المفتاح هم هو الشو أني أقعد ورد رقصه يبسوك لا راعة يمكن الوقود كافي ما هو كافي ما شاف حالة السيارة جاهزة ما هي جاهزة فتلقاه حريص أني أبعد بأهلي أقصى بنقطة لا أحد يشوفهم لا أعطوهم يعني أنتم طلعين تتنزهون تستانسون فلا تبعد عن الناس على هذه الدرجة راعة البيت تلقاه صلحت هوا هو الشاي وحطتها عنده وركبت البنات خواتها تلقى وكل واحد معها جهازها وشاحنها ويشبكوا على السيارة يمكن حتى ما انزلوا في الرحلة قاعدين في السيارة ويشبكوا جهازتهم للأسف تلقاه ما يحرص على الشبكة الجوال يعني ما يحرص عنده ولا أهم أنا أطلع بأسوق أهم شيء أخذ أطول وقت أن أسوق السيارة ألبوا يطلع من الدوام تغدى يتصل عليهم جميع جوالاتهم خارج الخدمة ما عندهم شبك هم سليميين بس هو جانه جنون يعني حن عندنا في النظام هذا عبارة عن مفقودين دولي الآن يتم البحث عنه فالولد غابة الشمس خلاص بيمشي ما يدرونش حالة أبوهم يجي شغل ما تشتغل السيارة سحب البطارية الأجهزة المستخدمة ملع لمبة ولا ملع كوبس الأهالة فيقع في حرج الآن أنا يبي يتصل ما في شبكة أنا أخلي أهالي وروح أبحث عن أحد يسعفني ولا أقعد معهم من لي تحرك الآن بكل قوة وجنون رب الأسرة هو اللي يستفزع فينا بعد الله يستفزع بالدولة فيصير عملية البحث عنهم هم عبارة عن مفقودين الآن طبعا في تعاون من الدولة أن يحدد موقع الآخر برج يعني تواصل معهم صار بيتصار نعم اي نعم فيتم عملية البحث عنهم هذه صارت أكيد هذه هي أكيد أنها صارت تروى دائما للعبرة فحنا دائما ننبه يا جماعة إذا تطلع مثل ما تفضل أخواني سابقا أول شيء يختار الصحبة اللي تعينك على دنياك أنت في سفر الشيء الثاني الأذكار لا حد ينساها الشيء الثالث ما هو عيب أني أقول له هل أنا رايح للمنطقة الفلانية صحيح وخط سيري من ألف توية يعني إلى أنا طالع من الجبال للنعيرية بمر على المنطق دي كلها قد يقع لي مكروه بل خط لا أصل المنطقة ديك وأتأخر عليهم لأني أنا قايل لهم ترى يومين يومين إحنا جايين أو أمرح عندكم بالليل فأنت عطيتهم وقت حددت لو تأخرت عن الوقت هذا فهم يبحثون عنك يفزعون يطلعون على خط سيرك اللي أنت ذكرته يتصلون على الزمل اللي أنت عطيتهم ورقامهم ترى معي فلان معي خالد العيسى معي فلان يتواصلون معهم قد جوالك طفاء وهذه نقطة برضو نطرق لها إلى واحد عنده جوالين وأنت مفقودة الآن في الصحراء لا تستخدم جوالاتك كلها واحد طفة يا سلام حماية البطارية حقتها ترجمة نانسي قنقر